خلانا نروح لواحد من النجوم النادي الاهلي الكبار كابتن مصوى كابتن النادي الاهلي كابتن مهر همام واخد رأيه فيه تولي المسؤولية لهذا المدرب ومن خلال السيفي بتاعه رأيه الأمور اللي ممكن تكون جديدة من خلال توليه المسؤولية أو تولي مسؤولية هذا المدرب السويسري للنادي الاهلي خصوصاً ان كان فيه تجربة فيه من مدرسة الكرة السويسرية من خلال الفايلر وكانت نكحة بشكل كبير جداً هل هيكون بنفس الشكل وأفضل ولا الأمور هتمشي إزاي كابتن ميرت حتى الحضرتك اهلاً فاروق اهلاً بيك اهلاً بيك كابتن دائماً بالسلامة على حتى كابتن إن شاء الله في البداية كانت الرأيك في المدير الفني ويمكن السيفي بتاعه بيدل انه هو مدير فني كبير من خلال توجوده في عدة أندية على مستوى القرى الأوروبية أو الدول الأوروبية لو سوى بقى الدولي ألماني أو السويسي ثم منتخب زي منتخب النمسا برضو من المنتخبات القوية اللي يمكن هو كمان معها مركز يعني هايل في الترتيب العالمي بالنسبة للمنتخبات وبالتالي رأيك في تولي هذا المدير المسؤولية القيادة الفني للنادي الأهلي بصة محمد أنا بحيطة طبعاً مجلس دارة النادي الأهلي على التأني أخبالك والهدوء في اختيار المدير الفني مستر قولر لهذه المرحلة وإحنا عارفين إن المرحلة دي كانت مرحلة صعبة جداً كان مهم جداً التأني فيها في سبيل إنك إنت تقدر تحط إيدك على مدير فني لهذه المرحلة عارف كل مرحلة بتبقى مطالبة برجل هذه المرحلة أنا شايف أنا شايف إن في توفيق كبير جداً من مجلس دارة النادي الأهلي بالكابتال كابتال محمود الخطيب في إنه هو حط إيده على مستر قولر من منتمن سفيهات يا محمد يعني منتمن أسماء يترشاحوا للاجنة تخطيته كابتال محمود الخطيب يعني كل أجمع أو كابتال محمود الخطيب أجمع على إن الرجل ده رجل هذه المرحلة 61 سنة زي ما أنت ذكرت كده السيبي بتاعه الموجود بين الأندية الأوروبية وبين المنتخب النمساوي يعني يعني الرجل اشتغل مع الأندية وحقق أفتكر أربع بطولات بالنسبة للأندية وطبعاً من نسبة لمنتخب النمساوي واصل بيهم يورو أفتكر آآ 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 آ؛ عشر 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 آآ فده بردك بيجمع بين شغل الأندية وشغل المنتخبات العمر بتاع ستين واحد ستين سنة ده ده عمر النطج كمان يا محمد بالنسبة لليه المرحلة التدريبية عاز اقول لك ان الرجل ده بيشبهني كده بمنوجه زي من ناحية الشخصية احنا هنتكلم بقى طبعا على الشخصية وديه اهم حاجة في سجل المدير الفني الشخصية الشخصية القوية الشخصية الملتزمة الرجل زي ما انت ذكرت كده محمد انه بعد ما نزل قال لك انا ويح النادي الاهلي اروح اشوف الصرح اللي انا هشتغل فيه اتعرب بالناس اعب مع مجلس الدارة النادي الاهلي كمان الرجل دخل في حاجاته محمد بسرعة ده بيأكل لك انه شخصية قوية دخل في حاجات مهمة جدا منها منها انه هو عايز طلب انه هو صاحب القرار الاول واخير في قراراته يعني ما حاجش دخل في شؤونه الحاجة التانية ان الراجل حيبقى صاحب القرار الاول واخير في اختياراته بالنسبة للعيبة المحلية والعيبة المحترفين اللي من خارج وانا عشان كده بقولك ان احنا التأني والترايز ده يفرق معنا في الجزية دي بالذات لان هما دول اللي حيشتغلوا معا سلاحه زي ما انت قلت اللي حيحقوله الهدف اللي جاي عشان وهي حصد جميع البطلات صحيح وتحسين النتائج والاداء بردك من ضمن الحاجات يا محمد طلب التقارير التقارير الفنية لمستر موسيماني في السنة والستوشر اللي كان فيها موسيماني اللي تم فيها واخبالك طلب التقارير الفنية لمستر ريكاردو وإيه اللي تم فيها طلب نتعمل ملف لكل لاعب ملف يحتوي بقى على اسمه وطوله ووزنه واخبالك وعدد لاعب وقد ايه وإصاباته يعني حاجات مهمة جدا هو متى ناكاك فيه ملفات كتير هو هاستضم بيها على ارض الواقع منها اللعبين مثلا مصابين اللعبين ممكن بقى لهم فترة اللعبين الناشئين ممكن يكونوا ظهروا في الفترة فاتت ايضا الاعارات حاجات كتير جدا اعتقد في الفترة دي ملفات هو يعني هيشوفها اكيد ويبتدي اتعامل معاها على الارض الواقع عارض يا محمد عشان كل الملفات دي هش بيها نفسه ليه بقى عشان توصلنا لي استراتيجية الاداء داخل الملعب تمام يعني طريق اللعب يعني من ضمن الحاجات انه هو مثلا بيفضل طريق اربعة اتنين تلاتة واحد اللي كانت بتناسبنا في فترة موسيماني وهو عنده دراية بطرق اللعب الحديثة اربعة اربعة اتنين واربعة ثلاث ثلاثة وثلاثة اربعة يعني كل الطرق اللي انت ممكن تتخيلها هو حاطي ايده عليها بشكل بير جدا شخصيته كمان في حتة العمل النفسي يا محمد مهم جدا يعني هو برضك من المدربين النجحين جدا جدا في التعامل مع اللعيبة في الجانب النفسي يعني بيعامل اللعيبة كلها مية واحدة في السواب العقاب يعني مثلا اللعيبة النهاردة اجادت كل الناس بيشيد بيها اللعيبة اخطأت بي بي يقولك ان اللعيبة كلها اخطأت شخصيته قوية وتعامله مع اللعيب داخل الملعب وخارج الملعب انضباطه لقط اللبس برضك مهم جدا انضباطه للملعب من ناحية التدريب من ناحية ادارة الفنية تسمحك قطع مع حضرتك في النقطة واحنا بنتكلم يعني بما ان احنا بنتكلم عن نادي الاهلي ان النتائج الخاصة به مع الاندية اللي هو حقا سواه بقى مع بخم حتى وانه يحصل مع بخم على دور الدرجة التانية الالماني وبيوصل معا انه هو بشكل كويس في البوندزليجا بيمشي معاه بشكل كويس ثم كمان المنتخب المساوي وحصوله ببطولة الدورة مع بازل او كاس كاس سويسرا مع بازل دي برضه بتخليك انه هو ممكن يكون بياخد فريق اهتز شوية وبيطلع به لأفضل شيء وبيفضل عملية السبت في المستوى الفني العالي وده اعتقد اللي كان بدور عليه نادي الاهل انه هو فيه فكرة اهتزاز محتاج مدرب يقدر يعالج نفسين زي انت بتتكلم وعند الجزء الفني والشخصية اللي يقدر يطلع باللعيبة من مرحلة ممكن تكون صعبة الى مرحلة افضل وده اللي موجود في راجل زي انت بتتكلم بالزبط تكتم بس احنا بنوضح اكتر من خلال كلامنا نوحاتك مع بعض مهمة جدا محمد اللي انت ذكرت لان انت برضو السيفي هو اللي بيدي القرار لماجي صداره واللي حصل في السيفي او اللي حصل في الانديل اللي هو دربع او المنتخبات اللي هو دربع بالزبط والمرونة دي مهمة جدا في التحاول مع العيب يعني فيه فارئ بين العيب